شريف صيام احد النشطاء الذين قتلوا في مجزرة سجن ابو زعبل وقضى فيها العشرات تحت التعذيب حسب ناشطين قناة سيانان الامريكية بثت تقريرا من مراسلها في القاهرة عن الايام الخمسة الاخيرة في حياة صيام منذ مجزرة رابع العدوية في يوم الاربعاء الاسود وحتى دفنه في احد مساجد القاهرة التقرير يبدأ بصورة نشرها ناشطون تظهر شريف صيام وهو يتعرض للاعتقال والضرب بالايدي والارجل من قبل رجال الامن المصريين قبل ان يتم نقله الى استاد القاهرة حيث يحتجز عدد كبير من النشطاء الرافضين للانقلاب كما كتب صيام على صفحته في الفيسبوك يقول التقرير ان عددا قليلا من اصدقاء شريف صيام حضروا جنازته في ظل حالة من الحزن والخوف بعد ان واجهوا صعوبة شديدة بالتعرف على جثته من شدة التعذيب هكذا اذا يلخص تقرير السيان ان اخر خمسة ايام في حياة ناشط مصري معارض للانقلاب فهل تفلح سلطات الانقلاب في بناء مملكة الخوف من خلال القمع والدموية في التعامل مع النشطاء يجيب الكثيرون ان مظاهرات جمعة الشهداء تقول لا ترجمة نانسي قنقر